موسيقى موسيقى شابتان إبراهيم سعيد واحد من أفضل المدافعين اللي مروا على تاريخ مصر الحديث في الرياضة واحد من المدافعين اللي بصغة أهداف وبصغة مهاجم أهلا بيك معنا النهاردة حبيب كل سواء طيبين وشرف الله إن أنا معاكم قلت من الجيل اللي حقق بطولة 2006 و2008 الحمد لله كان فيه هجوم كبير قوي على ضمك ل2006 كان إيه السبب في الهجوم ده؟ لا أنا الهجوم ده على طول الهجوم ده على طول أنا موجود فيه يعني ما أضمش مش جديد علي يعني حتى من قبل مع شواء مع الأهل مع المنتخب في العموم يعني الهجوم ده شي طبيعي وأنا أنا من الشخصيات اللي دايما اللي عليها جدل وعليها كلام كتير جدا يعني حتى يمكن بعد ما بطلت كورة بقى بطولة 2006 والله أنا بشكرك إن أنت يعني طبعا هيا خلاص داخلين على كاس الأمم الأفريقية دايما الواحد لما بيجي الحدث ده أكيد بتفتكر اللحظات اللي انت عشتها والمشاركات اللي انت كنت موجود فيها والحدث في العموم ده بيبقى عامل إزاي للشعب المصري يعني أنا واحد من الناس من الناس المحظوظة بجد إن أنا شاركت في كاس الأمم الأفريقية في 2006 في مصر ودي ما بتكررش غير قليل جدا كانت آخر بطولة على معتاقد كانت سنة 86 على معتاقد 1986 في مصر أنا متذكر صح كده؟ تماما إبراهيم سعيد كان على طول بيحصل بسبب مشاكل أو بيتقال عليه مشاكل كتير وأنه هو تمالي بيخرج برا المعسكر وبيسيبه المعسكر ويروح يتعاشر برا ده كان بيحصل لا والله بس هو أولتلك بس الموضوع دايما كده كده الكلام كتير علي خلاني نتكلم إن أصلا انت 2006 انت كنت في معسكر من قبل البطولة بحوالي أنا فاكر من قبلها ب 45 يوم يعني إحنا من قبل البطولة 2006 إحنا عدين 45 يوم في أحد الفنادي في مدينة ناصر وعدنا تقريبا 45 وبعد كده جات البطولة عدنا حوالي بتاعها بالزبط شهرين وشوي يعني حد ما البطولة خلصت يعني فأولا كان تركيز علي جدا إن لها البطولة في بلدك وكانت بقى لها فترة مش منظمة في مصر والحدث في العموم كان حدث صعب جدا يعني أي حد كان بيتمنى إن هو يشارك وخصوصا كمان بقى لما جي الحدث نفسه لو بصيت لو الناس متذكرة الأيام الجميلة دي الأعلام مصر كلها في البلكونات وفي الشبابيك وفي العربيات وفي التكاسي وفي التكاتك حالة كانت جميلة بصراحة إحنا أولا ما حدش كان يتوقع إن إحنا ناخد البطولة دي ويمكن حتى في 2008 ما حدش كان متوقع أو 2010 بس هتكلم عن 2006 لأننا دي عشتها بالظروف بتاعتها ليها أحداث كثيرة جدا حلوة أولا الناس كانت موجودة في الشارع على طول وكانت الناس كلها بتتكلم إن إنت بس يعني هنعدل الدور الأولاني اللي هو الدور التمهيدي مش مرشح خالص أه مش مرشحين يعني مش من ضمن المرشحين وإحنا على فكرة يعني طبيعي على الأسماء اللي إنت كنت بتشوفها كودفوار، سنغال، المغرب يعني حتى المغرب خرجت حتى من أول أدوار يعني ما عديتش الدور كان الدور إيه دا؟ دور تاني أعطاك كان بيتال عليها الدور إيه؟ الاتنين وثلاثين تقريبا هاد دمهيدي إيه؟ بتاع المجموعات دور المجموعات لا مش مجموعات مجموعات يا عام أيوه هيا المجموعات اللي في الأول ما عديتش دور المجموعات هاي بقول لك المجموعات فإنت متخيل يعني خد بالك في نقطة إنت مكنش عندك محترفين الفرق كلها كلها محترفة يعني كلهم محترفين إحنا الواحدين يعني إحنا كنا منتخب معلين كان مفيش غري ممكن أحمد حسن وكان ميدو في الوقت دا هم بس المحترفين وعبزار الساقة كان في تركيا بس هم دول اللي كانوا موجودين اللي بتقال عليهم محترفين في المنتخب عندنا فالحمد لله تخطينا المرحلة الأولى لقينا كل مرحلة بقينا ناخد التركيز الأعلى وخصوصا كمان الحالة اللي كنا بنشوفها بعد الفوز دي من ضمن على فكرة حاجات المكسب يعني فيش حاجة اسمها حظ أولا كانت ماشاء الله اللي اسمها الموجودة واللعبة اللي موجودة اسمها تيل حقيق دا اللي خلينا نرجع برضو الناس اللي كانت موجودة في الاستاد والشعب وكله حتى الرئاسة كان كله بيمتفح حولين المنتخب طب فده اللي كان هو إدى البطولة للمنتخب ولا كان فيه شغل فني بيحصل من كابتن حسن شحاته معاكو يعني البطولة جاب بالحظ لا فيش حاجة اسمها حظ انا ما عمش ليه دايما الناس بتربط طبع يعني انت 2006 حظ 2008 حظ 2008 حظ اهلتك خلاص انت كنت خدت 2010 حظ عشان مش مؤمن انا مكنتش في 2010 بس انا بحب بدي كل حاجة حقها حرام يعني ما تضيعش موجود حد اكتهد وقعد كان شغله وتعب وفي الاخر لأ المقابل اللي هو اللي انت خدت البطولة وحققت النجاح بتاعكو تيجي تقول حظ ما فيش حاجة اسمها حظ في الكرة ما فيش حظ هو اكتهت اللعيبة كانت ما شاء الله الاسماء جيل بتاعنا جيل تقيل اسماء تقيلة الفرق بس ان احنا كنا متربطين مع بعض كان في حالة حب ما بيننا من بعض كان في حاجة احنا عايزين نحققها كلنا كنا بنشجع بعض فيها احنا في البطولة دي ما كانش حد يعني ما تعرفش مين نجم على مين يعني مين النجم على التاني كلنا كنا نجوم كلنا كان كل واحد ليه اسمه وكان ليه تقل بتاعك فكل واحد كان بيحافظ على الاسم وفي نفس الوقت انت عايز تحقق نجاح وعايز تحقق بطولة بطولة ما بتتكررش ما هتكررت في مصر قريب من حوالي خمس سنين أو ست سنين وما حصلتش عليه صح اوالا من الصح فهي حدث عمل تاريخ لينا لحد الوقت هوا ناعد بتكلم معك بتكلم على البطولة دي وفي نفس الوقت كان اكتهدمي كل على فكرة من اول الجهاز الفني كابتان حاسش حتى كابتان شاو غريب كابتان حمد سليمان كل المجموعة حتى الناس اللي كانت احتياطي يعني العيبة كانت بتفرح اللي عندين احتياطي لما بيدخل الهدف اكتر من اللي ما بيفرحه اللي في الملعب فانا ما مش مقتنع بكلمة حظ دي بصراحة لان هي اجتهدنا وتعبنا وده حقنا ان احنا ناخد الجيل ده كله حتى اللي خدت ستة وتمانية وعشرة ليه حق ان هو يفتخر بالبطولات دي الجمهور والناس كلها فرحت بألفين وستة وكانت مبسوطة معادة اللقطة بتاعت كابتان ميدو وكابتان حسن شحاتك تفتكر كان فيه قبليها حاجة كانت السبب هي اللي خلت ده حصل في الملعب ولا هي وليدة الصدفة وحصلت في الملعب لحظة ترى هقولك بصراحة يعني حاجة انا احابب بلد اقولها انا انا الدنيا كانت تدرب تقلب انا مديش دخل والله باتكلم والله باتكلم والله بس كانت حاسس تخانق مع عبيده وبدو تخانق والله كل الحاجات دي انا فعلا كان تركيزي في الملعب حتى يعني المشادة اللي حصلت انا كنت شايف ان فيه خناء بس انا بالنسبة اللي انا قلت مركز لان اخد بالك انا الموضوع بالنسبة لي كان موضوع مختلف شوي لان انا اصلا اولا كان قابل البطولة دي كان عليها هجوم غير طبيعي وكان عندي ساعة انا في الزمالك وعندي مشكلة في الزمالك وما بعبشي وكان لها مستحقات ومش موجود في المشاركة بس الحمد لله كنت عارف ان انا هبقى موجود في البطولة دي لان اولا الحمد لله كنت من افضل مدافعين اللي موجودين في الوقت الحالي وكان منتخب عنده ازمة في الدفاع فهي جدت موضوع صدفة انضمامي وحصل عليه كلام كتير جدا وهجوم وصحافة واعلام وازاي براهم سعيد ينضم ودي بطولة جوا مصد وهيخلص دي والحمد لله خدت احسن احسن لها في البطولة دي انا اول جمعة وخدت احسن لها في التشكيلة المثالية البطولة فده شرف لي اولا زي ما قلت لك انا كان وضع مختلف يعني بص لو الدنيا كانت تدرب تقلب انا مليش دخل اللي انا كنت مركز في البطولة دي وعد اما اللي بنتا عمل ميل انا بعد الماتش بقى ممكن كنت باخد يعني ايه بابتدى اشوف الاجواء عاملة ازاي ايه اصعب مباراة مرت عليك في البطولة دي وما كلها بصراحة كلها كانت صعب اه طبعا كلها صعب لان خد بالك انت اه اه انا قلت لك هو الحدث نفسه صعب على اي حد يعني انت بتتكلم برضو فوست جماهيرك فوست اه في ملعبك فوست المسئولين فوست اهلك فوست اخواتك بتادي الطموحي على بيكو ان انتوا بعد ما عددوا اه طبعا طبعا الموضوع ما كانش يسهل خالص على فكرة ازا كان احنا يعني الحالة اللي احنا كنا فيها طب طب انت يعني اسأل اي حد كان بيبقى موجود اه في الاستاذ اسأله حالته كانت عاملة ازاي طب تخيل احنا بقى كلاعيبة انت برضو شايل اسم بلد وسبب في فرحة جمهور وفزع الجمهور فطبيعي المسئولية كانت عليك عبقى عليك كبير جدا يعني كان كله مضغوط وكله كان فرحان وكان فيه حالة حب ما بين الجمهور وما بيننا وما كانتش ماتعافش مين اهلاوي مين زملكاوي ماتعافش مين اسم علاوي كلنا كان كله بيشجع منتخب مصر عشان كده انت حصلت على البطول في 2006 المنتخبات الافريقية والمنتخبات العربية برضو كانت قوية جدا وبالذات في المهاجمين مين اكتر مهاجم كان تعبك في البطولة جدا ارونة كونين سريع ارونة كونين فضيع كان مهارته ولا سرعته هو الاثنين هو مهاري وسرع يعني من اللعيبة اولا من ارونة من اللعيبة المميزة جدا فهم تتخيل ممكن انا الحمد لله الواحد دايما عنده سرعة رد الفعل وسرعة البديئة جوه الملعب بعرف المهاجم بشكل كويس جدا علي اولا يمتلك المهارة والسرعة وعنده المرونة رؤيته بيع في لف انت انت بتلعب على مهاجم عنده كل المقاومات سرعة ومهارة وعنده مرونة فعالفكرة خد بالك من افضل المهاجمين يعني اللي انا العبت عليهم في حياتي كلها يمكن فيه مهاجمين كتير جدا بس ممكن بالنسبة لنا يعني انا بالنسبة لي كان دروكبة بالنسبة لي سهل اه اعرف اتعامل معاك سهل وتعاملت معاك كتير جدا بس ارونة لا مختلف مناسبة ارونة ومناسبة دروكبة احنا امنا كوتيف وار مرتين مرة في البداية ومرة في النهاي كسبناهم في الاول ثلاثة واحد وفي النهايه كسبناه بضربات الجزائر ايه الفرق من الموتشين هل هم كانوا مستسهلين في الموتش الاول ولا ايه اللي حصل هم في المباراتين ما كانوش متوقعين بقوتهم اللي موجودة اه اصلا انت بتكلم اسماء ما شاء الله والله بجد يعني حتى الجيل الصغيرة وتابعت تشكيلها يعني كل لعيب بفرقة يعني كل لعيب بفرقة كل لعيب مؤثر جوة الملعب كان هنري ميشيل مدير الفني من افضل مدربين اللي اتعاملت معاهم في حياتي ومن المدربين المميزين جدا لا انت بتكلم عارف منظومة متكاملة كلها من لعيبة من جهاز فني من عناصر مهارية قوة سرعة تبتلعب قصاد برضو احنا كنا محليين لعبة محلية فالفرق بين المختلف تمام بس احنا الفارق معنا ان احنا ان انت كان عندك قوة الجمهور ودعم الجماهيري وثقاتنا في بعض كان جنبي كابتن والجمعة كابتن عبدالزار السقق كان على يميني كابتن الله رحمه محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه كان بركات فانت بتكلم الاسماء اللي كانت موجودة احنا كنا بنشجع بعض كنا عايزين ننجح بعض فعشان كده احنا ننجحنا السقة دي كانت موجودة ساعة لما اب حليم علي ضيع ضربة الجزاء اولا انا ماتفرجتش على ضربات الجزاء خاطئ ومبستش عليها اولا انا مبستش عليها ولا شفتها اولا اتفرجت عليها فالتلفزيون طب اللي حصل في دايرة نص الملعب كانت اللي عيب عامل الزرقين اولا انا قلتلك ايه من شوية قلتلك بس اللي يتكلم يتكلم واللي يضرب 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 لو مين ضرب مين لو حد ضربني هخرج لو كان كابتن حسنش حتى طلب منك ان انت اللي تسدد مكان ابو تريكا كرة الاخيرة لا اولا انا بس ما انا قلتلك الاحداث الاحداث بتاعة البطولة ما بس انا ما كنتش لها يعني مش هنتظر ان الجمهور دا ينزلي ما يكلمك بسراعة مش هنتظر ان الناس دي تنزل تجري ورايا لا بس او كان ايجري ورايا ايجري ورا كابتن حسنش حاطئ فالعملها مش مستحملة الموضوع عشان بس الناس دايما بتتكلم على الحت دي ان انا مرضيت ششوت ضربات الجزاء خلاص اولا كان عندي مشاقة يعني كان عندي ظروف صعبة جدا قابل انضمامي لمنتخب في الوقت دا فانا الحمد لله كان تركيزي في الملعب تركيزي عايز احقق بطولة تركيزي عايز احقق نجاح لي انا لان الناس كلمت علي كتير في الوقت دا الحمد لله انا عامل بطولة مميزة جدا فانا مكنتش مهيئ رغمني عافية كان الحمد لله مميز في ضربات الجزاء واحرست على حوالي 7-8 اهداف مثلا يعني مش يعني عدد كبير وكنت مميز فيها جدا على فكرة بس الاجواء اللي موجودة انا مكنتش متقبلها عافية انا ايه اللي كابتن حسن شاحتها بعد مباراة السينغال يعني اللي هي كانت قابلة النهائي اه بعد المباراة ما خلصت روحنا على العشاء وقلتولها كابتن عايز اعود معاك فانا خلت فلتولها كابتن هاطلب منها كتر وعافية كان كان كابتن حسن وكابتشاوي غريب وكان كابتن احمد سريمان فلتولها عشان خاطر يا كابتن الاو سنة لنهاية ضربات الجزاء انا مش ما تكتبنيش فهم داحك فلتولها عشان خاطر يا كابتن عشان ايه مش مش العملية مش مستحملة بعد اما الجمهور هينزل ايه يجري وراينا وانتن فاخدنا الموضوع بهزار على فكرة يعني الموضوع كان هزار وارد ان هو ممكن في الاحداث اللي كانت موجودة والمشاكل الظروف اللي كانت موجودة هو ممكن نسي فانا في الوقت ده انا كنت اخد بالك انا بعد التغييرات يعني والله ما ما هذا يعني انا بعد ده فهو تقريبا نغير اول تغييرين في الشوت الاولين والتاني فقال لينا تغيير تالت فما فوقت التغيير التالت مين مستنى انا بقى خلاص الماتشي فاضله دقيق كان فاضل دقيقين بالزبط على نهاية المباراة ونخش دربات الجزاء فالقيت العب حليم عالفة بقول له مين فقال لي لا لا انا عمل لي ايه انا خلاص انا مبوت خلاص انا مش انت تومش انا مين ليه هجمت كابتن احمد حسن بعد حلقة كابتن حسن استنى ما كملتش دي يا عم انت مستعجل ليه يا عمد فقال ليه اكمل لا اكمل ما عايز اكمله فقال لي لا مش انت تقول لا مش انا ايه لا انا انا انت غلطة انا انا فقام تقعد فدعيت ساعتها اللي عيبة جمعت عليها فقالتو ما جمعتها انا انا اقل لكابتن حسن فانا كنت عايز اخرج مش خلاص وبص سبحان الله حتى لما عب حليم عالي نزم بكاني ضيع فهو خلاص يا ربنا مش مش كاتب لي ان انا شوت دربة جزاء لان انا فعلا الاجواء ما كانتش تساعدني وحرم ان انا اكون سبب في حزن جمهور وناس وناس جاية عايزة تفرح وتتبسط وحرم ان انا اكون سبب فيها والحمد الله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا وزميلي الحمد لله ديرنا ان احنا نفرح الشعب المصري كله في اليوم دوت يعني كابتن احمد حسن ليه هاجمته احمد حسن بعد حلقة كابتن حسن شعيتها في موضوع ضربات الجزاء بتاعته النهائي بص انا وانا بتكلم كنت بتكلم بقول ايه بقول زميلي صح بقول لعبتي بقول لها كابتن والجمعة احمد عبوهاب رحمة الله عليه دم كان ميدو احمد متعب عمر زاكي بركات محمد شوقي فانا بتكلم على مجموعة مجموعة كلها ماينفعش انا انسب البطولة ليه ماينفعش انسب الاحداث ليه لان انا مش ملعب لوحدي اعصام الحضري هو كان من ضمن الاسباب ان احنا حصلنا على البطولة دي لان كان متقلق ومكسر الدنيا وكان مراكز وكان شخصية قيادية جوه الملعب فدايما لما بتكلم في العرف بتاعنا عشان برضو الناس دايما بتتكلم بالعطيفة زي ما انت عندك في كل مكان انت موجود فيه عندك رولز وعندك فيه حاجة اسمها يعني قوعد ماشي عليها انت رولز ما بينك وما بين الناس اللي حاويك في الشغل صح فماينفعش هنخرج برا عنها لان في الاخر انا ما نجحتش لوحدي مجموعة كلها مجموعة كلها فماينفعش ان انا انسب الموقف ليه انا الواحدة اللي انا كنت بتلعبش لوحدك فهو ده بس اللي دهاني وما ذكرش غير اسم ابراهيم سعيد فطبيعي ان انا هرد وطبيعي ان انا هتكلم وطبيعي ان انا هدافع لان انت عارف ان انا ما بسكنش اصلا وكمان الموضوع يعني اولا مفهود ان تتلع بتتكلم على زميلك متتكلمش على شخصك يعني انا متكلمتش انا وانا قاعد بتكلم معاك وانا متكلمتش على شخص ابراهيم لان انا ما نجحتش لوحدي لان انا ما خدش البطولة دي الواحدة احنا مجموعة فما ينفعش ان انت عايز توصل رسالة للناس ان انت اللي جاي لا انت ما جبش البطول اللي جاي ببطولة دي كلنا جبنا البطول ما لو كل واحدة ينزي بلواحده بقى كده خلاص ما كل واحد ينزي لقى قبل واحده صح اللي مستع بس فطبيعي ان اللي هرد المجلد staged قلبي لا 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 نحن 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 اشتركوا في القناة